موسيقى موسيقى اليوم البيت الدعوة المركز روابط لينكس الذي يترأسه الصديق سيمو حمد برادا وزير سابق للاقتصاد المالي لكي نتكلم على المصفات المغربية للبيترولا سامير والإجابة على السؤال هل هي محورية واستراتيجية للاقتصاد الوطني؟ إذن للإجابة عند السؤال اتطرقت لي عدة مواضيع أولا تكلمت على التاريخ لهذه المصفات التي كانت شركة عمومية تخلقت غاداتها لاستقلال في عهد المغفور جلالة الملك محمد الخامس وتحت قيادة حكومة سعبد الله إبراهيم وسعبد الرحيم بوهبيد وهذه الشركة العمومية تنمت وكان واحد لازدهار النشاطها مدة عقود إلى تاريخ الخوصصها في 1997 ومنذ هذا الوقت تم عدة خرقات في تسير هذه الشركة من طرف صاحب الرأس المال وكذلك كانوا أوجه قصور عدة في مراقبة تسير هذه الشركة من طرف إدارات عمومية من طرف عدة مؤسسات عمومية أو وزارات بما فيها وزارة اقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادين ومديريات الجماريك إلى غير ذلك لهذا أوجه النواقذ وهذه اختلالات أدت في آخر المطاف إلى إفلاس الشركة وتوقف النشاط في غشت 2015 وإفلاس الشركة وقرار تصفي القضائية من طرف المحكمة التجارية لمدينة الدربدة في مارس 2016 من طرف المحكمة الابتدائية ثم يونيو 2016 في آخر القرار القضائي ثم تكلمت على مشاكل قطاع المحروقات المغرية ومشاكل ارتفاع الأسعار المهولة لتضرب القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتكلمت على مجلس المنافسة لحتى الآن غير قادر على الحزم في ملف شبهات طواطؤات غير قانونية في تركيبة الأسعار بقي الحد الآن كنتظروا القرار النهائي المجلس المنافسة بغض النظر عن نواقص المجلس المنافسة في القوانين الأساسية التي تغيرتها ولكن لم يشتش تجاه السليم بغض النظر كذلك عن نقاط ضعف أعضاء المجلس المنافسة لما تمشي تغييرهم وتكلمت كذلك على سبول إيجاد حلول كافلة باش تحمي القدرة الشرائية دي المواطنين القدرة التنافسية دي المقاولات وكذلك باش تقوي الاستقلال النفطية دي البلاد دي النه عبر إعادة تشغيل مصفات المغربية للبيترول وأخيرا وليس أخيرا تكلمت على الرهانات الدولية التي تتعلق بقطاع المحروقات وبالقطاع الطاقي عامة بما فيها الطاقات الأحفورية والطاقات المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية الطاقة الريحية اليدروجان الطاقة اليدرويلكتريسيتي إلى غير ذلك من طاقات متجددة الخلاصة القول هو أن المغرب بحاجة إلى تقوية الرياضة دياله في القطاعات في قطاعات الطاقات المتجددة ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت سيقوي الوجود دياله في القطاع ديال المحروقات بإعادة إنتاج المصفات المغربية للبيترول السامير وإعادة تقنين القطاع ومحاربة التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية في القطاع بالنسبة لي إلى المغرب بغير يخلق مصفات جديدة مرحباً هذا غير قوية القدرات تصنيع ديال البلاد ولكن هذا لا يستطيع ضرورة إعادة النشاط المصفات المغربية للبيترول السامير لأن القيمة هذه المصفات هي 21 مليار دلهم اليوم قبل سنوات 30 مليار ثم هبطات 25 مليار ثم 22 مليار اليوم 21 مليار حسب تقيم المحكمات التجارية تقيم غير مسؤول إذا نجد هذه الشركة موت حتى الدولة التي تملك أكثر من 80% أو 50% 55% المدينة من المدينة السامير إلى الدولة خلتها إلى الممات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة